بسم الله وصلى الله على الجميل المجمل الحيي سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله صباح الخير والهنى والسعادة والسرور على حضراتكم في كل مكان يوم سعيد علينا وعليكم إن شاء الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه فقال دعه فإن الحياء من الإيمان الحياء معناه الخجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها من البنت البكر التي لم تتزوج ويقول في الحديث الحياء كله خير الحياء لا يأتي إلا بخير حتى إن القرآن الكريم ضرب لنا مثال للحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء بنت الرجل الصالح جاءت لسيدنا موسى تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا الحياء كله خير والحياء شعبة من شعب الإيمان لازم نتخلق بخلق الحياء لازم نتأسى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيائه وفي أخلاقه إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء اللهم خلقنا بأخلاق رسول الله وجعلنا من أهل الحياء الذي هو من الإيمان اللهم أمين يا رب العالمين صباحكم كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته